اشتركوا في القناة يا ربي الله يشكب أنت يا ربي وخبرت إن شاء الله وخبرتني لها للاحبيبة الله يحفظك ورعك للاحبيبة الإنسان رسمانه بعد الإيمان بالله تعالى هو صحته وعافيته ولهذا الخبراء في الطب والصحة يقول لك دائما الإنسان يقدر أنه يستثمر في الحفاظ على صحته ما يكراش لأن كلما كان سليم البنياء وكان مشافا وكان قويا ممكن أن ينجز الكثير من الأعمال والمهام ويتحمل الكثير من المسؤوليات والأعباء لذلك يقول لك أفضل استثمار هو أن الإنسان يستثمر في الحفاظ على صحته والحفاظ على الصحة باش يحتكي انبرد الإنسان عادك يبدين انفق المال على العلاج خاصه انفق المال وهو سليم باش يحافظ على السلامة دي الصحة ديالو والحمد لله انت بقى شابة للاحبيبة ويكفي الإنسان باش يحافظ على الصحة ديالو أول حاجة يحافظ على الصحة النفسية أن النفسية ديالو تكون مريحة يكون راضي بالوجود من حوله ويكون متسامح مع الآخرين ويقبل أعضارهم وهو فيه ثن الاعتذار أول حاجة هي هذه الصحة النفسية يكون مع الناس ميسر يا الله يسامح الله يعفو والله يسترنا جميعا دائما لكل إنسان مشي مع الصب ومشي دائما كينتقد ومشي دائما يشكو الأوضاع كيكون إنسان شيئا ما عنده واحد نوع من التماس الأعضار للآخرين هناك يحافظ على الصحة النفسية ثم كيحافظ على الصحة البدلية ديالو بطريقة بسيطة الوقاية خير من العلاج والوقاية كتبدأ بأن الإنسان كي ديالوح النظام غدائي متوازن ديالواليدنا اللولين اللي كانوا كييكل الخضروات كثيرا وكييكل القطاني وكيقلوا من اللحوم وغيرها اللي هي السباب ديال بعض الأمراض المعاصرة ثم كيكون كتير الحركة يسان كتير الحركة ربي خلقنا باش نتحركوا دالينا خمس صلاوات في اليوم والليلة باش نمشي والجامع والرجعوه الى مش نغير الجامع من كل صلاة وصلاة وكان الجامع بعيد علينا واحد لسمية مترو في اليوم والليلة غنكون وقطعنا كيلومترات وغن يكون الإنسان دائما هكذا بذلك الحركة غن يحافظ للصحة ديالو إنك أنت سليم في البليا ديالك غتعبد الله تعالى بشكل جيد وغتقوم بالأعمال والأعباء والمسؤوليات المضاطة بك بكل أريحية وغتكون إن شاء الله تعالى العمر ديالك لا تقمونا عوض ما تضيعوا في الأنيذ وفي الأمراض وفي الشكوى وفي الدهاب والإيام إلى المستشفيات والمصحات غتدوزوا الحمد لله في نعيم في صحة وعافية في جولات في رحلات في زيارة عائلية في إنجازات وأنشطة اجتماعية غتقى دائما بحل الشعلة متفائل وهذا شي كله لازدنا عليه أرضات الوالدين وكنا دائما مرضيين مع الوالدين سواء أمواتا أو أحياء هدك يا هدك والله الخير كله اللي غد يعم علينا جميعا فبنتي حبيبة اطلب الله تعالى يسلح لك الشباب ديالك ويشفيك مولانا ويطيك الصحة وعافية وحافظ على صحتك بنتي أنت ما زال بقى الشابة في ربيع العمر وما زال الطريقة طويلة وما زال الأعباء دي الحياة كثيرة وما زال المفاجآت دي الدنيا الإنسان دائما يبقى دائما متفائل ولكن خصو يعد العداء مش يبقى دائما غاني في الطريق الصحيح ومش يربي حفظك من الأفات ومن الشدائد كي كل إنسان مرضي الوالدين دائما كي موسي للدين كي موسي الراس وكي حدر العينين أمام والدين وكي لبليهم المطالب ديالهم إلا كانوا أحيا وإلا كانوا أموت لا ينساهم من الدعاء الصالح والصدقات وصنة أرحمهم وغدلقا بأن الحاجة مقضية ذك شو اللي كنقلب عليه قوضية في السماء لأن الله سبحانه وتعالى يواكب حركة الإنسان الحركة ديال اليومية الله تعالى يواكبها وربي عز وجل كي يعطي الدعم بزاف نس كنطدوا الدعم من الحكومة من الوزارات من هذه الجيهات وكي ينسوا بأن المولى جل جلله كي يعطينا واحد دعم قوي ويعطينا الدعم الإلهي رمكيش ليقدر يحيدونيك وبيقدر يتقاد لك هذا الدعم ديالله تعالى كي يكون برضاة الوالدين وكي يكون بالإنسان يحمل في قلبه المحبة والسلم للآخرين وكما قلت دائما يلتمس الأعذار للآخرين ودائما كي يمدده إلى الخير غدل قبل أنه عنده الدعم الإلهي اسمه القرآن الكريم المدد المدد كلا نمد هؤلاء وغؤلاء من عطاء ربك المدد الإلهي وإذا مدك الله بالمدد غد كون دائما الحمد لله بصحة وعافية وغادي بنجاح في مصارك العملي وفي الحياة الأسرية وغادي الحمد لله بأرياحية كاملة حتى نقضي وإياكم هذه الفترة القصيرة التي نقضيها على مثل هذا الكويكب الأرض هذا كويكب الأرض صغير وحن فيه الآن في واحدة مهمة قصيرة جدا ستنتهي قريبا وننتقل جميعنا ولكن نقبل من ننتقل لا بد أن نبرز العلامة دينا ويبقى الآتار دينا ونكتب ما عملوا وآثارهم اترك مصمتك لا بد أن تبقى عندك المصمة قوية فأسأل الله الكريم بنت حبيبة أن يشافيك ويعفيك ويصلح شبابك وأسأل الله تعالى أن يبارك في الوالدة ويمتعها الصحة والعافية وتمام العافية وأن يديم علينا وعليكم الأفراح والمصرات خصوصا هذه الأيام اللي هي للمولد النبوي الشريف لا بد أن نكون سعداء ونحن نستقبل هذه الذكرى لأن الغاية دينا هو تجديد الحياة النظر الإيجابية والحياة الإيجابية والروح الإيجابية نحن نجدد حياتنا بهذه المناسبات الدينية العطرة بيلاد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه بر عليه حوالي خمسة عشر قرن ولكن بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات هو حي في قلوبهم وكيشعروا دائما بالحياة وكيشعروا بالتفاؤل وكيشعروا الحمد لله تعالى بالسعادة أننا نسير على مدهج الله تعالى وفق سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا اللي غندروا هذه الأيام المقبلة الأيام المقبلة إن شاء الله نحن مقبلين على الفرحة ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون عندنا جلسات على الأفراح ودير الأبداح ودير التناء ودير القيم الإيجابية باش نبقوا دائما متفائلين ونبقوا دائما نستشرف المستقبل بوجه باسم حافظك الله ورعاك الله وأسعدك الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة